هل نعيش وحدنا على هذا الكوكب؟ اسمحوا لي أقولكم أننا مش لوحدنا لكن معانا وحولنا وعلينا وكمان جوانا بلايين من الكائنات الحية الدقيقة أو المايكروبات مش بنشوفهم ولا بنحس بيهم لكنهم موجودين لكن لا داعي للقلق أو الخوف لأن من غير الكائنات دي لن نستطيع الحياة على هذه الأرض عايزين تعرفوا ليه؟ وإيه الكائنات دي؟ يلا بينا نجهز المايكروسكوبات ونسافر سوى العالم تاني خالص عالم المايكروبيولوجي عالم مليان بكائنات غريبة عجيبة تتجلى فيها قدرة الخالق هكون معاكم في الرحلة دي إن شاء الله أنا الدكتورة إيمان رجب الشيحي استشاري المايكروبيولوجيا الطبية والمناعة يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم المايكروبيولوجي بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنكمل النهاردة إن شاء الله مع بعض محاضراتنا عن الميا إحنا بدأنا المحاضرات عن الميا وتعرفنا على الميا وأهميتها للحياة والمشاكل اللي بتحصل لنا أو الأمراض اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الميا ده اتكلمنا عليه في المحاضرات اللي فاتت النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم على يعني مياه الصرف الصحي وإزاي أتعامل مع مياه الصرف الصحي وطريقة تخلص منها بطريق إيه الأوبشنز اللي قدامنا لمياه الصرف الصحي يعني أنا دلوقتي عندي مياه الصرف الصحي أعمل فيها إيه أتخلص منها إزاي وطرق التخلص منها أو الاستفادة منها إزاي أول حاجة عندنا إن أنا أعمل كلينج للويست ووتر دي وحولها تو درينكينج ووتر يعني لو أنا عندي نقصة في مياه الشرب أستخدم مياه الصرف الصحي وأعمل لها معاملات وتريتمنت معينة لغاية موصلها لبيور ووتر إن أنا أقدر أشربها يبقى دي أول أبشن عندنا كلينج أب الدرينكينج ووتر أوصل مياه الصرف الصحي أو الويست ووتر ده إن هي تبقى بيور وأقدر أستخدمها للشرب فور درينكينج ووتر طيب دي مشكلتها إيه؟ مشكلتها إنها إكسبانسيف وإمنيسسري إكسبانسيف غالية جدا إن أنا أوصل مياه فيها كمية كبيرة من الملوسات والميكروبات والمشاكل إن أنا أوصلها توهايلي بيوريفايد وكلين وسيف وستيرايل ووتر إن أنا أقدر أستخدمها للاستهلاك الأدامي وأستخدمها للشرب إكسبانسيف جدا وفي المقابل هي أنسيسري يعني الحمد لله ربنا يديم علينا كده رب المياه الصحية النظيفة إلا أنا أقدر أستخدمها للشرب يبقى أول أبشن بالنسبة لنا دوت يعني صعب عمله وملوش أي لازمة يعني أنا بضيع فلوس على الفاضي طيب الأبشن التاني إن أنا الويستووتر بتاعي دي دم الرو سيوج أو التخلص من مياه الصرف الصحة دي طيب أنا هتخلص من مياه الصرف الصحة دي هعمل فيها إيه؟ هاخدها أرميها بما إنها دي مية أخدها أرميها في مصادر المياه في البحار في المحيطات في الأنهار وتبر السورس الفوتر اللي موجود عندي المصادر المياه الطبعية اللي موجودة عندي هل ده طريقة صحيحة أم خاطئة؟ يبقى الحل التاني إن أنا أتخلص منها إن أنا أرميها وأتخلص منها في مصادر المياه النتشري اللي عندي طيب دي مشكلتها إيه؟ مشكلتها إنها فيها massive health problems لأننا السيوج أو الوست ووتر بتاعي ده ممكن يبقى فيه ملوسات ممكن تسبب لي أمراض زي الكلام اللي احنا قلناه على مدار المحضرتين اللي فاتهم اللي اتكلمنا فيها على الchemical pollutants of water وإحنا لو مية الوست ووتر دي أو مياه الصرف الصحة دي طالعة من مصانع هيبقى فيها كمية chemicals كتيرة فلو ده نزلتها على الـ source of natural water اللي عندي فممكن تعمل لي مشاكل نتيجة الـ chemicals اللي موجودة فيها اللي اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتهم أو إن الـ waste water أو السيوج بتاعي ده يبقى فيه micro organism زي الـ waste water أو السيوج الناتج من البيوت ومن المصانع الأغذية والحاجات دي هيبقى فيها كمية micro organism ممكن تعمل لي برضو pollution وتلوص للـ natural water بتاعتي وبالتالي أنا لو عملت consumption أو تعاملت مع المية دي بالنزول فيها أو بالاستحمام أو whatever غسيل أو whatever نوع التعامل اللي أنا هتعامل فيه مع المية دي هتعمل لي health problems ودي اللي احنا برضو تكلمنا عليها في الـ biological pollutants في المحاضرة اللي فاتت يبقى طبعا ما ينفعش إن أنا أعمل dumping للـ sea water directly مباشرة أستخدم الـ sea water كده أو waste water أو السيوج direct أتخلص منه على natural source of water لأنه هيعمل لي مشاكل health problems كتير المشكلة التانية اللي هتقابلني لو أنا عملت direct dumping of sea water على natural water sources حاجة اسمها eutrophication يعني إيه eutrophication تعالوا نتعرف مع بعض أولا عشان أعرف يعني إيه كلمة eutrophication لازم أعرف natural أو normal aquatic life عبارة عن إيه الحياة أو البيئة المائية بتتكون من إيه وعبارة عن إيه ده كده صورة لأي مصدر natural water aquatic water موجودة عندنا يعني بحار محيطات خليج أنهار whatever natural source of water إيه أبارة عن مية وفيه كائنات حية عيشة في المية دي أسماك ومختلف الكائنات الحية قشريات بكل أنواعها وفيه عندي نباتات موجودة في الأكواتيك سيستم دوت وفيه عندي dissolved oxygen الأكسجين الدايب في المية اللي بتتنفسه هذه الكائنات الحية يبقى أنا عندي كمية من الأكسجين dissolved oxygen الأكسجين الزائب اللي موجود عشان تظل هذه البيئة المائية بيئة حيوية وفيه بالانس أو فيه توازن بين الكائنات الحية دي وطبعا في المقابل عندنا النباتات اللي برضو ممكن تعمل لنا عمليات البناء الضوئي وتعمل لي production of more dissolved oxygen تمام ده كده النورمال aquatic system ده الطبيعي والبالانس اللي موجود عندنا التوازن اللي موجود في البيئة دي عندي بالانس بين الورجانيك ماتر كمية المواد والغزة أو الفود اللي موجود في البيئة دي وفيه توازن بين المايكرو أرجانيزم طبعا الميا زيها زي الهوى زي زي أي مكان أي في الانفيرونت بتاعها موجود فيها المايكرو أرجانيزم بس أنا عندي فيه بالانس فيه توازن بين كمية الورجانيك ماتر أو الفود اللي موجودة في الانفيرونت دي وبين كمية المايكرو أرجانيزم اللي موجودة فالبالانس دوت عملي بالانس فيه كمية الأكسجن اللي موجودة يبقى فيش حد بيجور على التاني وبالتالي البيئة دي بيئة صحية للحياة المائية يبقى ده أول حاجة اللي لازم نعرفها في النورمال أكواتيك لايف إن أنا عندي البالانس ده نحفظ الشكل ده عشان لما المشكلة اللي هتحصل لتيجة اللخبطة في البالانس ده يبقى البالانس اللي عندي أو التوازن بين الأورجانيك ماتر وبين المايكرو أورجانيزم وبين كمية الأكسوجن اللي موجودة في الانفيرومنت ده تمام تعالوا بقى نعرف يعني إيه إيه اوتروفكيش إحنا خلاص عرفنا البالانس اللي موجود ده والمية الحياة الطبيعية اللي موجودة في المية طيب لو أنا جاء الويست ووتر بتاعي السيويتش بتاعي اللي أنا عايزة أتخلص منه بتاع المصانع بتاع البيوت بتاع ايه أنا هاخد الويست ووتر ده اللي مليان نيوترين تريتش مليان آآ فضلات طعام مليان والفيسيز ده فيه كمية نايتروشن كبيرة وفيه كمية كاربون كتيرة فهايلي نيوترينس يعني كمية الغذى والنيوترينس اللي فيه كبيرة جدا لو أنا أخدته زي ما هو كده وأخدته رميته على طول فيه أو تخلصت منه على طول فيه الناتشرال ووتر سورس اللي موجودة عندي في المكان بتاعي الويست دوت هيبقى فيه هاي نايترجين هاي فوسفرس اللي هو وهاي كاربون طبعا اللي هو النيوترينس اللي موجودة في الويست ده طيب نتيجة ده هيحصل إيه؟ نتيجة ده هيحصل لو أنا أعملت له دامبينج دايركت يعني تخلصت منه مباشرة بدون أي نوع من أنواع المعالجة تخلصت منه على طول فيه الناتشرال ووتر سورس ده هيحصل إيه؟ هيحصل جراس أو ميني أورجانيزمز آز آلجي يبقى أنا دلوقتي النيوترينس دي هتخلي يبقى فيه كائنات وعوالق غير محببة موجودة في المياه أصلا ببالنس معين بكمية معينة ربنا محددها لكل مكان هيبتدي يحصل أوفر جراس يعني هتنمو بطريقة كبيرة جدا وليه بيحصل أوفر جراس للكائنات دي لأنها سريعة النمو فبالتالي لما الكائنات دي هتنمو بكمية كبيرة وهتبتدي يحصل لها دس تيبقى فيه عندي الديكمبوزينج باكتيريا الباكتيريا التي تسبب تحلل أو تتخلص من الكائنات الميتة هتبتدي تكلها وتتعامل عليها وتعيش عليها طيب الباكتيريا دي طبعا متواجدة بكميات كبيرة جدا وعندها رابت جراس فالرابت جراس بتاع الباكتيريا هيستخدم كمية أكسجين كتيرة من الديزولفت أكسجين اللي موجود في المياه يبقى معنى كده إننا كمية الأكسجين اللي موجودة في المياه هتقل يبقى طيب ده تأثيره إيه بقى؟ ده أو تأثير ضار سلبي على كل اللي موجودة على كل الحياة الحيوانية والنباتية الطبيعية اللي موجودة في بتاع المياه دي فهيخصل لأن الأكسجين اللي هي كانت عايشة عليه بدأت الباكتيريا والألجي ياخدوه بكميات كبيرة فقل الأكسجين اللي هما بيتنفسوه فبالتالي حصل لهم ده دي كده اسمها الإيوتروفيكيشن والإيوتروفيكيشن دي زي ما قلنا دي مشكلة من مشاكل الدمبينج أو التخلص المباشر من الويست ووتر اللي مليان نيوتروفيكيشن وضحت الإيوتروفيكيشن عشان دي اللي احنا هنبني عليها بعد كده كلامنا أتمنى أنها تكون الصورة واضحة يبقى الإيوتروفيكيشن الويست اللي مليان هاي نيوتروفيكيشن أنا عملت له دايريك دمبينج من غير أي تريتمن رميته على طول وتخلصت منه على طول في المية المية دي الويست دوت اللي فيه نيوترينس كتيرة بدأ يبقى عندي كائنات وعوالق غير محببة هيحصل لها أوفر جراس زي الألجي فالأوفر جراس بتاع الألجي ده لما يحصل لها ديكاي وتموت هيسبب لي أن البكتيريا اللي كانت موجودة بكميات متوزنة هيبتدي عدد هيزيد عشان تتخلص من الداد أنيمال دي الداد الألجي فالبكتيريا دي اللي بتعمل أوفر جراس رابد جراس هتبتدي تاخد كمية أكسجن كبيرة فبالتالي الأكسجن اللي في المية هيقل الأكسجن اللي في المية لما يقل ده هيأثر لي على الأكواتيك لايف زي الفش والكائنات البحرية اللي عايشة في المكان ده العملية دي اسمها ايو تروفيكيشن ودي مشكلة من مشاكل الدمبينج أو التخلص دايريكتلي من الرو سيوت من الويست ووتر دايريكتلي في المية يبقى دي تاني مشكلة بالنسبة لنا والمشكلة التالتة السميل طبعا كلنا عارفين إن الويست ووتر بيبقى عنده باد أودر فطبعا لما أنا هاخد الويست ووتر دا دايريكتلي وأرميه في الووتر ناتشرال ووتر سورس فده طبعا هيديني باد أودر وريحة المية دي هتبقى غير محببة يبقى دي الحاجة الطريقة التانية اللي أنا بعمل بيها بتخلص بيها من الويست ووتر إن أنا أعمل لها دامبينج أوف رو سيوتر في الناتشرال سورس وقلنا مشكلتها إنها بيبقى عندها هلس بروبلم كيميكل أو بيولوجيكل والإيه تريفيكيشن اللي اتعرفنا على معناها إيه وتالت حاجة الباد سميل أو الباد أودر نتيجة الرائحة الكريهة أو للويست ووتر طيب يبقى أنا أول طريقة دي ما تنفعش معايا عشان expensive و unnecessary إن أنا حولها للدرينكينج ووتر والطريقة التانية لو أنا تخلصت منها دايريكي هتعمل للمشاكل الصحية ولينا كهيومن وأنيمال زعيشين على الأرض أو للبيئة الأكواتيك نتيجة عملية الإيرترفيكيشن والباد سميل اللي ممكن يخلي الحياة على الأرض مستحيلة أو غير محببة نتيجة الخنقة بالروائح الغير محببة بتاعة الويست ووتر طب الحل إيه بقى يبقى أنا لازم يكون عندي في option بين اللي اتنين دول يبقى إحنا عايزين حاجة in between حاجة تحول لي السيويت بطريقة آمنة مش لدرجة إن أنا وصله لدرينكينج ووتر ولكن إن أنا أتعامل معاه وعمله دامبينج في المياه ولكن بدون التأثيرات السلبية اللي احنا اتكلمنا عليه طيب إيه هي بقى الطريقة ال in between دي دي اللي هي اسمها الويست ووتر تريتمينج يعني عملية التخلص الآمن أو معالجة مياه الصرف السح والصورة دي بتوريني معمل من المعامل البيئية اللي بيتعاملوا فيها وبيعملوا التحاليل اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية عشان يعملوا تريتمينج لل ويست ووتر ويعرفوا كمية المشاكل اللي فيه ايه والبيو هازرز اللي موجودة والكيميكولز اللي موجودة ايه تعالوا نتعرف بيعملوا ايه بقى جوة المعامل دي اي ويست ووتر عندنا قبل مرمي في ال natural source of water انا عندي targets معين يعني اهداف معين واحنا دايما نقولنا الtarget حاجة والحاجة القابلة لل applicable انها تتنفس حاجة تاني طيب انا الtarget عندي ايه الtarget of waste water عوالق اللي انا شايفها بعيني لا هنتعرف دلوقتي ازاي بتخلص من اللي هي العوالق الزائبة او الموجودة المترصبة في الماء التارget بتاعي انها ما تكونش اكتر من 30 ميلي جرام بير ليتر ده مهمة جدا ان انا اعرف الارقام دي تاني حاجة حاجة اسمها البض او البيو كيميكل اكسجن ديماند يعني كمية الاكسجن هنتعرف عليها دلوقتي بالتفصيل بس كده كمية الاكسجن اللي موجود في المية دي اللي بحتاجها او البيو اللي موجود البض ده ما يزدش عن 20 ميلي جرام بير ليتر احنا هناخر الارقام دي دلوقتي وهنتعرف على كل واحدة من دول دلوقتي انا بعمل فيها ايه وبتخلص منها ازاي يبقى اول حاجة السبند تلاتين ميلي جرام بير ليتر البض او البيو كيميكال اكسجن ديماند كمية الاكسجن اللي محتاجاها بايو كيميكالي بايو بايولوجيكالي يعني بايو 20 ميلي جرام بير ليتر يبقى انا عندي ريشيو الريشيو ده اسمه 30 to 20 رول 30 to 20 رول 4 effluent اللي هو المية الوست ووتر اللي انا هخرجها بعد ما عمل لها التعامل او التريتمنت اللي انا هنتعرف عليه كمان شوية يبقى الافلونت بتاعي الخارج من الصرف الصحي المفروض الريشيو فيه يبقى 30 to 20 30 دي معناها السسبند solid وال 20 معناها البود الريشيو دي مهمة جدا فيه حاجات تانية باهتم بها باهتم بالجريز يعني لو انا كمية الجريز اللي هي الدهون والايل والشوائب الدهنية اللي موجودة في المية دي كبيرة برضو ما اقدرش ان انا ارميها دايريكت في ال لانها هتطفو على وش المية وهتعمل لي عازل عن المية دي ان اشعة الشمس تقدر تخترق المية دي وفيه حياة صحية في الاندرووتر الحاجة التانية البي اتش طبعا البي اتش لازم يكون متوازن لان تغيير البي اتش وتفر الكلاين او اسيدك طبعا بيأثر على البيئة الحية وعلى الكائنات الحية اللي موجودة في البيئة دي الحاجة التالتة اللي بدور عليها الامونيا الامونيا دي عبارة عن نيتروجن سورس والنيتروجن سورس ده important role for fixing nitrogen in the eutrification of the water سورس النيتروجن سورس ده مهم جدا و high nutrients موجود في الويست ووتر انا لو نزلت الhigh امونيا او الhigh nitrogen سورس neutrin دي على ال natural water سورس هتعملي عملية الامونيا اللي هي عملية اللي احنا تعرفنا عليها كمان شوية العملية ضارة جدا اللي بتؤثر على الكائنات الحية اللي موجودة في المية فانا لازم كمان اقنن واتحكم في كمية الامونيا اللي موجودة في الويست ووتر قبل ما اعمل لها dumping او قبل ما اتخلص منها وانزلها على المياه ال natural سورس ووتر اللي عندي يبقى انا عندي other rule اسمه 10 الرول دوت معناه ان suspended solid يبقى 10 بس مش 30 وان البض يبقى برضو 10 والامونيا 10 يبقى 10 ملي جرام بير ليتر suspended solid 10 ملي جرام بير ليتر بض و 10 ملي جرام بير ليتر امونيا ده other rule في اماكن معينة او انواع معينة من ال الويست زي اللي فيها high nitrogenous source او high ammonia source دي الرول اللي بيعتمدوها 10 to 10 to 10 يبقى 10 suspended solid 10 بض و 10 امونيا يبقى انا عندي two rules الرول الاول اللي هو 30 to 20 rule وبيتحسب طبعا بالملي جرام بير دي سي ليتر 30 ملي جرام بير دي سي ليتر suspended solid و 20 ملي جرام بير ليتر بط الرول التانية اللي فيها لو كان الوست ووتر بتاعي انا متوقع ان فيه نسبة nitrogenous compound او امونيا كبيرة بيبقى الرول اللي انا بعتمد هو 10 to 10 to 10 10 suspended solid و 10 bud و 10 ammonia ونسافر سوى العالم تاني خالص عالم المايكروبيولوجي عالم مليان بكائنات غريبة عجيبة تتجلى فيها قدرة الخالق هكون معاكم في الرحلة دي ان شاء الله انا الدكتورة ايمان رجب الشيحي استشاري المايكروبيولوجيا الطبية والمناعة يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم المايكروبيولوجي